لا تزال ألم الفقدان تتحرك في قلوب أهل ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيف في بغداد آسفا على من فقدوا حرقا في حادثة عنوانها الأبرز الإهمال والفساد الحكومي في القطاع الصحي أهل الفقيد بشار الفهداوي يذكرون بغصة تلك الليلة في الرابع والعشرين من نيسان الماضي حيث انفجرت أسطوانات الأكسجين ولم يستطيعوا انقاذ ابنهم الذي ذهب للعلاج بسبب إصابته بفيروس كورونا ففقد حياته بحريق مستشفى ابن الخطيبي في بغداد يعني أنا بقيت بأخوي أشيل الأكسجين من عنده رح يتوفق بقيت يعني أنتظر بأن أبعى عسى وأن فرق الدفاع المدني السيطر على الوضع ونبقى حالتنا مستقرة والله خلال ماكو ثواني ثواني إلا دخلت علينا النار من كل الجهة وجانب يعني أنا سحبت أخوي بي وما بي وصلت بابرته المستشفى قديم يعني خاف أقول لك من الخمسينات الستينات هذا المستشفى وهذه الأزمة المرنبية هذا الحادث المرنبية احتمال يصير بعد أنقس من عنده يعني ماكو بالتحسن البلد ماكو بي أحسن بأنقس يعني شيء المستشفى من السبعين الستينات ما بي خدمة نهائيا كل شيء ما بي يعني أمني اشتح شيء وبانتظار التحقيقات أو محاسبة المسؤول عن الفاجعة تشير عائلة الفقيد بشار الفهداوي لأن الأمل ضعيف في أي تحرك حكومي في مستقبل لا يخبه إلا مزيدا من الحوارث ماضي مؤلم والمستقبل مجهول نحن الحد الآن ترى مستقبل مجهول الشعب العراقي كل المستقبل مجهول بسببه كل الحكومة تتحمله كل الحكومة تتحمل هذا السبب هي مسؤولة على أن الشعب العراقي لازم توفر إلى الأمن والأمان والخدمات كل الحكومة العراقية ووفق السلطات الحكومية فإن الحصيلة النهائية لضحايا حريق المستشفى ابن الخطيب كانت مصرع 82 شخصا توفو متأثرين بالحلوق الشديدة والاختناق وإصابة 110 آخرين وهي حصيلة وصفت بالمرعبة ففي الوقت الذي اكتفى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتجميد عمل وزير الصحة وآخرين وإحالتهم للتحقيق يؤكد العراقيون أن القصول ليس في قطاع الصحة فقط بل إن الفساد والمحاصصة الحزبية هو الحاكم الفاعل وأن جائحة كورونا كشفت الغطاء أكثر عن الفساد المالي والإداره حيث لا فائدة من تصريحات الإصلاح في ظل استمرار نفس الطبقة السياسية في الحكم حيث لا تصريحات الإصلاح في ظل استمرار نفس الطبقة السياسية في الحكم